أعلنت الصحة اللبنانية أن غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن 82 شهيدا لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 2792 شهيدا وأكثر من 12 ألف مصاب من جانبه أعلن مركز عمليات طوارئ بلبنان استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 33 آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على حارة صيدا كما شن الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق في أنحاء لبنان